اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المشهد الاول بيقولوا ان كان هناك محاولة ضغط من المجلس العسكري على الولايات المتحدة الامريكية لمكسب ما ممكن يتحقق في دعم مالي او ضغط على بعض الدول لكي تدعم مصر مالية ده مشهد المشهد التاني بيقول لا المجلس العسكري يزودها فامريكا ارادت ان تصفع فصفعت انا اميل للمشهد التانيش لانه مشهد اتعمل بانتهاك صارخ باحزية سقيلة بتوصيل رسالة واضحة ما تلعبش كده تانيش ببساطة ولذلك الكل بيتبرق منه الان في تحمل المسئولية هذا المشهد لو اعتمدنا التفسير الاول او حتى التفسير التاني المسئول المسئولية كاملة المجلس العسكري لانه المسئول السياسي عن البلاد طبيعة المرحلة طبيعة المرحلة لكنه كشف هذا المشهد ايضا تدخل سافر في القضاء والقضاء كل يوم بيشنفوا اسمعنا باستقلال القضاء واستقلال المؤسسة وما تضغطوش وانا متذكر رسالة وصلت لنا من المستشار الكبير حسام الغرياني رئيس نادي يا رئيس محكمة الناط لما وقف بعض الاعضاء يتكلموا عن ان في فساد في المؤسسة وكلام من هذا القبيل قال يعني اذجوكم تلتزم حدودكم انت مؤسسة تشريعية واحنا مؤسسة قضائية ودي مستقلة ودي مستقلة فما حدش هي تدخل وهو كلام منطقش لكن اللي حدث كشف عن سغلات واسعة جدا في هذه المؤسسة وانا اعتقد على ابناء المؤسسة المخلصين وضع الاستقلال حقيقي انهم يتدخلوا لاصلاح الاحوال في هذه المؤسسة هل ده في المرحلة الحالية ولا نستنى لما يبقى بنكون او بنكتب الدستور الجديد ثم ننتخب الرئيس الجديد فبالتالي هو ده بقى اللي روح نقوله احنا عايزين قضاء بجد مستقلة في المصر الجديد عشان اللي بيحصل دلوقتي تحصيل حاصل الدستور الجديد هيشمل ثلاث مؤسسات او ثلاث سلطات بيشكلهم اي شعب في دول السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة المفترض وسلطة تنفيذية بيترأسها رئيس الجمهوريش يعني اعلى واحد في هذه السلطة هو رئيس الجمهوريش وسلطة باللومانية بيمثلها غرفتي المجلس ودي تعبير انا بدأ يتم التدول غرفتين المجلس التشريعي مجلس التشريعي شعب وشورة فانتظرنا الرئيس هتبقى دي احد المشكلات ولم ننتظر الرئيس فهي احد المشكلات الموضوع على الاجندة والان نحن بصدد اصدار قانون لاستقلال القضاء مشروع بيقدمه المجلس الاعلى القضاء ومجلس الشعب هينقشو وهناك بشعاطم يتقدمه ايضا من اعضاء في مجلس الشعب لهذا الموضوع من اجل ان دي مؤسسة في النهاية هي الحائط اللي بيلكن المواطن ظهروا عليه ويطمئن فاذا خالب هتيبقى مشكلة كبيرة جدا ايو استاذ امين بس هدك متوقع ان احنا هنشوف اي اجراءات قريب بمعنى او يعني اي نتائج لهذه القضية لان احنا اكم القضايا اللي كانت مطروحة على الساحة من يناير 2011 لغاية دلوقتي احنا بنزيد شوية والاعلام بيقعد يتكلم عن الموضوع شوية حلوين والناس تتكلم مؤخرا بقى في مجلس الشعب بس شو في يا عيدة انا انا احيانا كده وانا جالس في المجلس اقول يبدو ان انا جيت غلط او حاجة بعزي ولم يقبني ناس تقول لي اه طيب انتو جبتو رئيس الوزلاء 3 مرات وجبتو وزير الدخلية مرتين وده ما كانش بيحدث قبل كده وكل الوزلاء واسئلة ساخنة ويعني اتهمات ساخنة بس ماذا بعد هزا هو محتوى الرسالة اللي قلصالته دي كانت رسالة شخصية مفتوحة للدكتورة سعد القتنش كان محتوى ونقشنا هو اللي انا بقولك عليه ده ونقشنا ازمة الخبز ونقشنا ازمة البتجاز وبعدين فماذا بعد فعلا كان في رد طيب لا انت بس ما هي دي طبيعة المرحلة طبعا الواحد بيبقى قلق انت في طبيعة مرحلة فيها اشتباك عالي جدا ما بين قوة الصورة اللي انا باعتبرهم يعني انا اسف استخدم التعبير لان انا باعتبر نفسي واحد منهم ان احنا تهزمنا وقوة مضادة للصورة معها كل بقاليد الامور في مصر من هنا تأتي قواتها مفيش مفيش مؤسسة غير مؤسسة مجل الشعب والشورة الان اللي تم انتخابهم اللي تم بعيدا بقى على انهم بيمثلوا ولا بيمثلوش بزا بس اقرب ما يكون اقرب الى ما يكون زي ما بيقولوا الباقي من البنوك للسياسة الاقتصادية للنقابات للوزارات كله السياسة القديمة وتتغير وجوه او بعض الوجوه لكن السياسة زي ما هي وانا من المؤمنين بان السورة لم تغير سياستها الاقتصادية ويبقى على اجندتها قضية العدل الاجتماعي ما تبقى السورة باختصال شديد جدا اذا يعني مفيش بعد فتعقيد المشهد طبعا وحجم التدخلات ما هو انت انت بتتكلم عن مجلس عسكري اراد ان يوقف السورة عندي فقرة احنا شيلنا الراجل الكبير وخلاص فكرة التوذيس اتلقت لكن تغيير محدش طالبنا بالتغيير ولا تغيير سياسات ولا تغيير افلاق خلاص انتهى الموضوع عند كده وعمل بكافة الطرق والاسليب الشرعي منها وغير الشرعي لكي يوقف المسيرة عند هذا الحد ووقعنا احنا كسوار في اخطاء ساعدته زي زي مثلا لازم يمشي العسكر اليوم انا مش فهم يعني ايه اليوم انا ضد حكم العسكر بس كان من اقدر بنا ان احنا نجعل رقم واحد في اجندة التغيير قضية العدل الاجتماعي حتى نكسب جمهورا واسعا من الشعب تقوش المعارضين لوجه المعارضة بيزار ويحافظ على الثورة اللي حدث انهم فصلوا النخبة الثورية الطليعة الثورية عن الشعب وانحنا تخلينا عن اجندة الناس البسيطة تحت اوهام شعارات لبرالية انا رأيي الناس مش مصدقينها مش قلقانة منها يعني لما تنزل عند رجل الشرع يقولك يعني ايه يمشي العسكر يعني ايه يمشي العسكر مين يحكمنا طيب ومين يمشينا ومين يأمننا ودل عمود الخيمة الاخير وهم محقين في هزي فكل لازم نفوق احنا لهذا الموضوع كل لازم نختار شعارات اخرى كل لازم نختار اجندة اخرى فدي من ضمن الاخطاء انا عايزة اخلص على مستوى البيئة الدولية الوقت المتحدة الامريكية تريد واقف الثورة عن دفقة خلع مبارك ليس من صالحها طهير اه واذا كانت قبلت التعاون مع طيرات الاسلام السياسي فهتعلم جيدا ان السياسة الاقتصادية والمصالح بتاعها مأمونة والمناخ الاقليمي ايضا والقومي ليس من صالح مد الثورة ومد نفوز الثورة لانه قلق يعني الخليج واقف ضد الثورة ليه لانه قلق على نفسه الان من العدوى تنقل ليه وشاف امراض لده في الداخل بقى في الداخل كمان شوف قديه الظرف مواقع القوة المضادة للثورة وهي اصحاب مليارات واصحاب مصالح كبرى وسلطات وسلطات ونفوز واعلام انا دايما كان ليا تعبير قبل الثورة كنت بقوله قلة استأثرت بالسروة والسلطة الان استأثرت بالسروة والسلطة والاحزاب والاعلام بفضل بفضل نفسها ولا بفضل زكاءها ولا بفضل ترقها نقطة لا بفضل وجودها في مناطق النفوز المعتادة وزادت عليها في قلب الصلاع اللي ادير ما بين قوة الثورة والقوة المضادة للثورة طيب استاذ امين قبل ما انتقل الكلام عن الرئيس بس يعني معنى كان حيك متشائم يعني كلامك ده معنى مفيش بعد يعني وانا بقولك سؤالي كان ومزة بعد يعني كده مفيش بعد عايدة في السياسة مفيش تفاعل وتشائم بس بارقة امل في صراع طبعا طبعا في صراع الامل جاي من اين طيب اهم مفيش تفاعل مفيش تفاعل مفيش تفاعل مفيش تفاعل دلوقتي وزي ما احنا قلنا بخطط وبقصد وبدون قصد في مرحلة مش هنقول احباط بس هنقول كسر وشوية تعتيم لدرجة ان اعتقدش الناس بقى حتى او يعني جزء كبين منهم مشواشين لدرجة ان هم حتى مش عارفين اذا كان اللي بيحصل ده صح ولا غلط ولا سابوا بقى الموضوع ولا تعبوا اقتصاديا فبالتاني مش قادرين ينزلوا ولا عشان اتغسل مخهم كتير ان الثوار هم البلطغية وان النزول ده بيعطر المصالح. حينزلوا تاني ولا لا يا استاذ امين؟ لو فعل الموضوع بغض قوي لما قلتلك ان فيه صراع ارادات ما بين قوة السورة والقوة المضادة للسورة القوة المضادة للسورة استخدمت سيناريو كامل لشيطانة السورة صح صح وانا اعتقد انها حققت نجاح صح والسوال التكبوا اخطاء ساعدت في تلك الشيطانة لكن في النهاية في حاجة اسمها مصالح الناس لم يتغير يا شريف شيء في مصر الوزارة هي هي والبنك هو هو والاقتصاد هو هو والسياسة هي هي ومصالح الناس والدوارة يبقى بعشرة جنيه على فكرة ان شاء الله كده في الصيف ده خلاص تحسيل حاصل انت امام بشكل حقيقي مشكلات متضخمة جدا بيعاني منها المواطن ولذلك المظاهرات الفئوية لم تتوقف لم تتوقف انا عايزة انتقل للرئيس القادم اللي احنا حطين عليه امال وحس ان برضو حطين عليه امال اكتر من الطبيعي يعني احنا متوقعين ان هيجي الرئيس من هنا سوبرمان اه سوبرمان هيغير كل الاحداث بس للمحايتك بتقول انه فعلا انستهيسات لم تتغير انه لسه ما فيش المؤسسات نفسها ما حصلش فيها اي مش عايز اقول هيكلة لان بقت كلمة عاملة حساسية عند الناس يعني بس اي تغيير حقيقي داخل المؤسسات فاذا هو هيجي هيبقى شخص ده لو ادعينا يعني ان هيجي الشخص الثوري اللي يغير الاحداث يعني هيجي برضو ببقى واقف لوحده اصاد ناس مضادة للثورة وعندها برضو الصلاحيات والامكانيات والفلوس والسلطات شوفي الصراع الان ايضا بين قوة الثورة والقوة المضادة الثورة بيدور حول نقطتين في الاجندة الان نقطة الاولى بناء الدستور واحنا شايفين المشهد قدي ملتبك ايضا وقدي في صراع صحيح والبعض بيقترح 40% من البرلمان بغفتيه والبعض بيقول لا 60% والبعض بيقول لا 80% ورغم عوال هذا المشهد وعيوبه العديدة لكنه في النهاية لابد من انجازه دي الخطوة الاولى الخطوة التانية رئيس الجمهورية وانا هنا اتحدث عن شروط يجب توافرها في رئيس الجمهورية القادر اولا لازم نقتنع بان احنا دولة فراعين فراعين الرئيس نصف اله صحيح عايزين نغير هذا الكلام لكن ما زال المرس ثقافتنا وما زالت الثقافة وعايزة وقت انا في تقديري ان رقم واحد احنا محتاجين رئيس ينحازل استقلال الوطن استقلال قراره استقلال سياساته استقلال انحيازاته حتى لو اختار الانحيازات ده رقم واحد ها استقلال مش هيغي من الاقتصاد لا بالارادة قبل الاقتصاد اذا لم تتوفر ارادة للاستقلال لا تبني اقتصاد مستقل وهتبقى سياسيا مستقل وانا هنا احكي لك واقع شهيرة جدا حكيها لي المناضر الملحوم المناضر الكبير فتح ردوان لما راح قابل حسن بارك لما استلم السلطة بعث له حد من الرئاسة قال له ان رئيس عايز يقعد معاك فبوضى بشانتتك واحنا هنفوت عليك الصبح عشان تقعد في برج العرب ثلاثة ايام فراح الراجل وضى بشانتته وراح اول ما قابله حسن بارك قال له انتو عايزين ايه قال له احنا مين يا فندم قال له اللي قدتو في سجن سوا وده كان من المجموعة الاولى اللي خرجت من سجن بعد الاختيال بتاع السادات قال له افندم احنا عايزين نجهز نفسنا نجهز نفسنا ونخطط لالغاء كامبيديفيد لانها مقيدة للقرار المصري قال له عايزنا حارب امريكا انسى بالطريق انسى فالراجل ما كانش لسه فتح شانت قال له طيب شكرا يا فندم وكويس ان لقيتك وبتاعه وسلام قال له يا راجل اقعد لك ثلاث ايام فسح وبتاعه ولو قال له لا شكرا هنا انت بتتحدث عن نموذج ارادته من اول لحظة مكسورة لا ما عليش الثاني واحدة عليش توقف علي هنا دي ارادة باعتقد انه شعبيا متفقين علينا اكيد احنا مش قلتين ندخل في حرب ملهاش علاقة بالحرب ملهاش نفسيا هو ما قالوش هيدخل الحرب هو قالو اخطط لالغاء كمبيدفت تخطيط ده يبقى فيه اقتصاد قوي يبقى فيه بناء صناعة عسكرية يبقى فيه جيش قوي لكن من هنا للحرب فيه الف خطوة تتاخد لكن هو ممكن فيه اعادة مفاوضات هو حط نرسه في السندوق الامريكي من اول لحظة ده يجب ان يتغير هيتغير بقى ازاي بقى نجعل اقتصاد يبقى رقم واحد ارادة ارادة الاستقلال الرئيس اللي القادم لازم يكون ممتلك ارادة الاستقلال لازم يعرف ايه هي مصر ايه هي مصر مصر شيء سمين ومهم جدا في السياسة العالمية والسياسة الاقليمية ولما تستعيد مكانتها انا رأيي القوى النعمة اكثر تنوعا في ايد مصر واكثر تأثيرا في ايد مصر من القوى الخشنة بمعنى من الجيش والحرب قوى النعمة دي ايه المدرسين بتوعك اللي كانوا بيروحوا ايه الفن السينما دي السينما كان الدخل التاني صحيح على مستوى الدخل القومي المصر التاني للدخل صحيح عبد الحيم حافظ مكلسوم الاغاني اللهجة كل دي كانت قوى نعمة الازهر الكنيسة الازهر فتح افريقيا ديه تم تشويه كل الحاجات دي كل ده اتدمر مش تشويه اتدمر فانت بتتحدثي عن رئيس لازم يبقى عارف يعني استقلال الوطن ويعني قلال مستقل ويعني ايه مصالح يتم التعبير عنها بتبادل المصالح مش بالتبعية مش بالتبعية وفي نفس الوقت يعرف يعني ايه مصر النقطة التالتة اللي تهمني انا شخصيا وتهم اغلبية هذا الشعب احنا حسب الاحصائيات 40% عند خط الفقر اسف تحت خط الفقر و45 ويمكن 50% عند خط الفقر من حرايس ومتزود مفيش حد بيدفع من جيبه طالما نحن مواطنون ندفع درائب وندفع 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 درائب وبنتجند ونفضي الوطن بدماغنا لازم يبقى عنده حق تعليم مجاني لازم يبقى عنده حق سكن مناسب بأجر مناسب من دخلي مش ان انا افاجأ من قانون الاجارات الجديد بياخد من الشاب اللي مرتبه في المتوسط 500 جنيه بيلقى نفسه بيدفع 700 جنيه ايجار طب يجيب من ايه او ياخد 2000 جنيه بيلقى نفسه بيدفع 1500 ايجار ايجار جديد ما ينفعش هذا القلام لازم حق يسكن لان ده من حق المواطن حق العلاق فكة الضمان الصحي الشامل احنا عندنا تنوع في العلاق مريب مريب في حق اسمها علاق على نفقة الدولة في حق اسمها التأمين الصحي وفي حق اسمها المستشفيات المجانية ولا واحدة منهم بتوفر علاق حقيقش للمواطنين بيموت على ابواب المستشفى بيموت على ابواب المستشفى حق الوظيفة احنا عندنا ستة مليون واقصر من قوة الانتاج في البلد عاطلة هم فانت حق البيئة النظيفة الضمان الاجتماعي الناس بعد المعاش هتعيش ازاي احنا عندنا اشياء برضو مزهل ان السابت في الدخل المرتب يعني اقل يمكن 20 ملات من المرتب يعني انت اخذ بطوح تاخد الوظيفة يقول لك السابت بتاعك 150 جنيه او 200 جنيه تاخد لك شوية بدلات يوصل لهم لك 700 جنيه 1000 جنيه السابت اصلا ادمي تنزيل المعاش يرجع السابت شوف الانهيار اللي بيحدث ففي حاجة اسمها مجتمع الحقوق وانا افضل وانحاز الى فكرة ان الرئيس لازم بيبقى منحاز للفقراء في هذا الوطن لسكان العشش من سكان القصور لو عايز يكسب اصلا دلوقتي احنا بنعاني من مشكلة حقيقية وكل يمكن المتابعين الانتخابات الرئاسة بيقولوا دوت فكرة غياب البرنامج الفعلي او البرنامج الواضح بالارقام ويمكن الرأي الشائع حاليا او يعني بشكل كبير في الشارع ان الوحيد اللي كان عنده برنامج فعلي بارقام و باحصائيات هو مرشح الرئاسي حازم صلاح ابو اسماعي تعليقك على ده ايه؟ ده مش صحيح احنا لم ندخل حتى الان ملحلة الجد في الانتخابات بس كرة قاله اعلاميا يعني لا يعني انا عايز اقولك حاجة انا مثلا حمدين صباحش حمدين صباحي عمل اكثر من برنامج تلفزيوني استضاف فيه وقدم افكار للمستقبل انا اراه حالما عظيما بمستقبل فاخر لهذا الوطن مش مجرد حلم هم تلك لكن بالارقام بالدراسات ملشح الله يسير. تمام. قول لي هتنفذ هذا الكلام ده. أنا رأيه ده سؤال جوهلي. يعني في قد إيه ولا إزاي؟ هتنفذه إزاي؟ إيه الإمكانيات؟ إيه المصادر؟ أنا قريت هذا البرنامج لنا الحمد للتصباحي. وقريت حد أعمل كده مصادر التمويل. يعني إحنا ما يفعش نخطم حلال على مرشحين الرئاسة وبرامجهم حلال لأن إلى الآن كل الكلام الإعلامي اللي بنشوفه في البرامج وفي الترويج وفي الصحافة ده لسه مقرر ترويج مبدأي. خد بالك. لحد الوقت إحنا مدخلناش المناظرات. لسه فيش مناظرات صحيحة. مثلا. فهمني؟ وفيه ملشحين خايفة تدخل المناظرات أصلا. ليه؟ لا ليه معلوفة. مش هدهة. لا كفاءة في البرنامج ولا كفاءة في الشخصية ولا ولا كفاءة في الإلقاء فهمني؟ يعني في حاجات كتير. طبعا أستاذ أمين حضرتك حزب الكرامة معروف تماما وإن كنت نازل على قائمة الحرية والعدالة فأنا عايزة أشوف هل حيث متوقع أنه الحرية والعدالة أو التار الإسلام السياسي بشكل عام هيدعم وإن كان سلفين هيدعموا حد غير أكيد الأخوان المسلمين بس يعني هيدعموا حد معين في انتخابات الرئاسة ولا لسه بطولة دور إحنا لم نعلن دعم نهاردة في الأهرام في الأهرام كان فيه إعلان أنه هو الإخوان ميفاضلوا بين دراس داتا يعني ده مجرد الأخبار بين العوة وبين منصور حصل كل شيء بيطلع تصريح وفي كل شيء بتاع اسم تاني جديد يعني أنا في تقديري الإخوان هتبقى عنيها على المجلس العسكري مع مين وإذا رأيت المجلس العسكري بيشاور على حد بصباعه أو بيعنيه هتبقى فيه هذا الاتجاه بس ده معناه أن إحنا كده اللي هيتشاور عليه ده معناه أنه إيه عشان كده فكرة رئيس التوافقي بتطلع من حين لآخر محترام لكل أسماء أنا رأيي مفيش غير واحد لي سيفي حقيقي في المرشحين دول أنا طبعا منحز الحمدين طبعا منحز الحمدين زباحي معروفة يعني بس أنا بقولك المصدقية مسألة مهمة جدا عندما يتساوى بلنامج مرشح مع بلنامج لمرشح آخر لازم تنزلي لفكرة مين له مصدقية أعلى يعني أنا مش هايزة أدخل في تفاصيل الأشخاص لأنه معظمهم يعني فيه ناس كتيرا مشهود لهم برضو لهم ناس محترمة زي دكتور بيهما بالفتوح زي حتى المرشح اللي داخل السباح مؤخرا خالد علي يعني فيه آخرين يعني بس ما أنا بقولك لازم تنزلي للمصدقية أي للسيفي أي هل الراجل ده بيجسد كلامه ولا لا وده اللي هيبان في الفترة اللي جاي بس أنا السؤالي هل فعلا ممكن نلاقي أنه الإخوان أو طار الإسلام السياسي الإخوان المسلمين في الحرية والعدالة هيتفقوا مع المجلس الأعلى القوات المسلحة ويلوبي على مرشح ما؟ مرشح واحد ده والد في ساعتها ده مش هيبقى في مصلحة الصورة؟ والد ومش بس الحرية والعدالة ولا حزب النور برضو؟ ده والد هيسيبوا حزب مسلحة أبو اسماعي؟ فيه قلق شديد جدا من إن يتم العبس بالسياسات القائمة بمعنى تغيير السياسات فعايزين حد يضمن حقتين استمرار السياسة على ما هو عليه الحيازات القائمة الاقتصاد العلاقات الدولية الاتفاقيات والنقطة التانية محدش يمس مصالح المؤسسة العسكرية بالضبط ده كان الكلام الأول طيب خلينا نرجع الكلام على ملف مهم جدا واعتقد إن إحنا برضو كشباب برضو بنقع تاني في نفس الغلطة اللي إحنا وقعنا فيها أيام الاستفتاء على الدستور التكوين اللجنة التأسيسية وأي نعم أي نعم إحنا يمكن يكون ملناش دور بصوت حاليا ولكن لينا دور فعال في الشارع السياسي لو حبينا ده لو إحنا حبينا يعني السؤال هو التعتيم لإعلامي اللي حصل يا فندم بانشغالنا أو انشغالنا بملف التموية الأجرابي ده ملف مهم جدا أو بالبالكيني أو بالمشعرف كل هذه كالعادة تانية يعني التشتيت الإعلامي إحنا برضو كشباب بنقع في نفس الغلطة تاني في موضوع تأسيس الدستور وهل دي مشكلة حقيقية وممكن نعمل إيه أنا قلت إن في قضيتين كبار هما أجندتها زي المرحلة الدستور والرئيس في الدستور إحنا بنعاني من المشكلة الولطة اللي تخلنا فيها منذ الإعلان الدستوري أو منذ لجنة تعديل الدستور واستفتاء 18 مارس والاستفتاء الكلام على إن إحنا الدستور خليف الآخر أولاً أول وكلام منه ونعم ولأ ونعم ولأ وكل هذا الكلام أنت الآن أمام معركة في الدستور بعض القوة بتقولك أنا هاخد 40% اللي هما البرلمان بغلفتين وقوة تانية بتزايد عليها بإني لأ إحنا عايزين من 60% اللي هو النور طيب المشهد دا لو تم أو السيناريو دا لو تم ماذا يعني يعني أولاً أن أنت أدخلت كوتا لقوة بعينها في تشكيل الدستور في إذا جاء المسيحيون وقال لك أنا عايز كوتا أو ستات أو ستات أو المرأة وقال لك أنا عايز كوتا أو أهل النوبة أو أهل سينا حققنا بقى حققهم بقى وحققنا كلنا فهمني دا لكم واحد هما 100 عضو حسب الإعلان الدستوري لو أخذ 40 عضو منهم البلمان بغلفتين معناه أنه هيجيب الستين يعني الأقلية تأتي بالأهل ودعيب أخر ودعيب أخر أيضاً أنت أمام بلمان مرفوع فيه قضية دستورية بالضبط اللي هي اللي هي اللي هي الفلدي إزاي الأحزاب تدخل على نسبة فهذا بالحل فعلاً في أي لحظة وممكن يتحل أو ممكن يتحل لو جاء رئيزاً جديداً وأراد أن يتخلص من هذا بلمان ويعيد تشكيل حسب بقى الدستور هايبو عمين فتتحرك القضية فتتحرك القضية تمام فهنا إنت ليه بتعرض الدستور لعدم الشرعية بين الأسسو بين الشرعيين ثم أنا أريد أن أفهم أيضاً إحنا انتخبنا كبرلمانيين من أجل التشريع والذقابة والتشريع يعني التشريع القانوني ما يعنيش الدستور الدستور لازم يبنيه الأصل صانع المؤسسات صاحب المؤسسات اللي هو الشعب اللي هو الشعب هل الشعب النهاردة يا فنن في مواقف المتفرج وده بقى أحساسنا كلنا إحنا النهاردة حالياً لأنهم دخلونا إحنا بنتفرج دخلونا في لغز الناس مش عارفة بالظبط إيه اللي بيتم الناس مش عارفة ولا حتى يعرف ممكن يعملوا إيه أنا من المتبنيين وجد نظر وهقولت هذا الكلام وهقوله إن الميت عدو لازم يبقوا من الشعب الشعب هنا بمعنى إيه ما الشعب ده مش على الأهاوش مش كلمة عامة مفتوحة شعب يعني أحزاب يعني تيارات سياسية يعني منظمات مجتمع مدني يعني نقابات مهنية وعمالية يعني عمال يعني فلاحين يعني فقراء يعني أسرياء أندية رياضية كنيسة وأظهر كل التداريس القائمة على سطح الحياة الاغتماعية والسياسية لازم المية يمثلوهم بشكل حقيقش ثم يستفت عليه الشعب في هذا الكلام لما يتعمل المشروع دخول 40% أو أقل أو أزيد أنا رأي ده خطر دهم على بناء الدستور طيب أستاذة مين أنا هبعد عن الدستور وهبعد عن الرئاسة وحدك وحدك ونا نتكلم يعني أنهما دول من أهم الحاجات اللازم يتم إنجازهم في الفترة القادمة بس هايزة تتكلم على مجلس الوزراء وهي تتكلم على حكومة دكتور الجنزوري وفيه عمالين نسمع كلام من الحرية والعدالة عن صحب الثقة واستعدادهم لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في حين أنهما نفسهم كانوا بيطلقوا على حكومة دكتور الجنزوري إنها حكومة إنقاذ وطني وعملوا سلاسل بشرية ضد الناس الكترحة بمطالب يعني برضو موقف لخوان المسلمين عادة بيتغير وهم ماشيين على نفس النهج من زبان تاريخيا وحاليا حيك شايف أداة حكومة دكتور الجنزوري عامل إزاي؟ ده واحد يعني أتبعنا بسأل حداك بك شوفي أنا من الذين قالوا لدكتور الجنزوري في مجل الشعب لابد أن تستقيل وقبل الدكتور الجنزوري وانتوا استرفتوني هنا وانا قلت هذا الكلام أنا ضد حكومة كمال الجنزوري لأنه في النهاية واحد من العصر القديم ولا سنه مع احترامنا لكل الكبار يسمح بالتجديد الدكتور الجنزوري ألقى بيان أمام بردس الشعب المصري بدأوا أو بداياته ومنتهى الفتر اللي حكم فيها رئيسه الزرق يعني كأنه جاء يسترد ذاته وكرمته لما خرج من الحكومة ثم لما يقدم شيء جديد أنا أفهم أن حكومة الدكتور الجنزوري حكومة مرحلة انتقالية لحد ما نسلم السلطة للمدنيين أخذي بارك قبل تشكيل حكومة الجنزوري كنا نتحدث عن حكومة ائتلاف وطني من سياسيين فجاءوا إلينا بحكومة الدكتور كمال الجنزوري ما الذي فعل حتى الآن ما الذي حدث حتى الآن الدكتور الجنزوري ألقى بيان لم يذكر فيه السياسة الخارجية من قريب أو بعيد رغم أنه ادعى أنه معه كل صلاحيات من البقرس العسكري صحيح الدكتور الجنزوري لم يتحدث عن انفلات الأمن وكيف سوف يقضع عليه أنا بكلمك على أجندة المرحلة الانتقالية الدكتور الجنزوري لم يتحدث عن كيف سوف يأتي بالأموال التي هربت أو كيف سوف يستعيد الأراضي التي وزعت بالفساد على كبار رجال المال في هذا البلد لم يتحدث في هذا الكلام والرهان الحقيقي كان على دكتور كامير الجنزوري هو الشق الاقتصادي أنا أعتقد الدكتور الجنزوري يسير على نفس السياسات النظام الفائت والبائد والمخلوع عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتسول ودون شوية قروض وكلام من هذا القبيل لم يتغير شيء فأنا مع صحب الثقر الدكتور كامير الجنزوري ومع حكومته بعيداً على الحلية عايزة تسعت أو ما تسحبش حلو بس هو لما تقال كده أول ما كان الكلام وإحنا عمرنا ما حننسى إنما جات يوم الخبيث وإننا يوم الحد اللي جاية حيرد بالبيان على كل الاستجوابات اللي كانت قالوا لها بأسبوع على موضوعات باحث برسايت اللي ممكن يكون اليوم دوت هو اليوم اللي يتم فيه مطالبة بصحب الثقة وقبلها ويومها حصل موضوع التشكيك أو القضية المرفوعة في عدم دستورية البرلمان ومن هنا يأتي السؤال هل ممكن أو هل جاءت هذه الخطوة لإبطال سحب الثقة لا أستخدم الثقة خطوة شرعية المجلس قضية المجلس قبل موضوع بعد الانتخابات مباشرة رفعت هذه القضية أمام الدستورية تفهمني؟ وأنا رأي قدامها فترة حد ما تنظر يعني ومن الممكن أنها تتجمد في التلاجة كده فترة طويلة طالما ما فيش إرادة ما فيش إرادة لتغيير الوضع لكن الدكتور الجنزوري بطريقته وبإعلان نواياه وبأحلامه الكبرى اللي ملهاش علاقة بالواقع وبسفيه بتاعه بيقول إنها حكومة لم تؤدي شيء زي بالضبط مشكلة الدكتور عصام شرف إحنا مش أمام حكومات سياسية البعض بيتساءل يقول طب يا إخوان إحنا قدامنا فترة وجيزة حد ما ننتخب رئيس ليه مستعجلين على تغيير الوضع أنا من القائلين بأن إذ لم يكن هناك تحديد دقيق لمهام المرحلة الانتقالية إحنا في مشاكل إحنا في مشاكل باختصاد شديد ولذلك أنا متدعين إلى حكومة مصغرة من سياسيين أجندتها واضحة وضقيقة ساعات بحس يا أستاذ أمين أنه الأفكار واضحة والحلول سهلة وليه ما بنعملهاش وده اللي هتفضل عندنا تفهم عندنا ليه ما بنعملهاش لأن فيه صراع إلى ذات أستاذ أمين أستاذ أمين إسكندر عضو مجلس شعب أشكر حليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا نهارده ولسه مكملين نهارك سعيد وعندني تقرير صح عندنا تقرير وحترجع تاني بعد يعرى تقول عرناي اللايف خليكم بعد شكرا جزيلا